اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يلي هي الكل بيقول على العالي نصف المجتمع بس هتلا نشوف قديش من جوه هي نصف المجتمع رح بلش بمباركة إذا بدك للبنانيين رجالا ونساء اقرار قانون حماية المرأة وأعضاء الأسرة أخيرا يلي أقر بغض النظر عن المواقف السياسية اللي عم نشوفها على السوشال ميديا وهون وهون إنه مجلس غير شرعي ممدد له أخذ القرار ما بدي فوت بهالتفاصيل لو القرود السود يمكن أخذوا القرار النساء المعنفات رح ينبصوا فيه هيدا العنف يلي عم بيتوجه لشريحة كبيرة من المجتمع اللي هي عدديا أكتر من النص معنويا نصف المجتمع الأسباب طبعوا ليش وصلنا لهون أخذت مع اللي جان بمجلس النواب أكتر من خمسين جلسة لأقر هيدا رقم يعني قياسة قياسة يعني أو 52 أو 57 نسيت الرقم تحديدا بس فوق الخمسين جلسة هيدا شي بيعكث أديش الثقافة الجندرية التفرئة والقبول بالعنف ضد عنصر من المجتمع اسمه مرأة نساء قديش بده وقت لينشغل عليها لنشغل على نص الأنون لنعمل الأنون هلأ الأنون نعمل الأنون صدر إذا بدنا نقول بس وين التطبيق؟ ما فينا أبدا 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 نعتبر أنه انتهت القصة بلشت القصة اليوم صار فيه أنون بدنا نشتغل يعني إذا بدك بقوله كل التغيير بيجي عاموديا وأفقيا عاموديا هو لما بيصدر قرارات سياسية وبتطبق على العالم بمراحل معينة لما السلطة بتاخد القرار وأفقيا هو الأصعب هو العمل على الجراس روتس على القاعدة الاجتماعية على الفكر الثقافي بمجتمع معين هيدا الشغل الأساسي يعني الأنون طلع صحيح بس قديش فيه نساء رح تعرف مضامينه قديش فيه نساء معنفات رح يعرفوا أنه صار فيهم ما يخافوا هلأدي يبلغوا ويعرفوا حقوقهم قديش فيه رجال شرطة رح يستقبلوا هالسيدات باحترام أكتر من قبل لأنه رجال الشرطة عم عودين أنه شو بدك بالقصة بدأت علم معيك رح يتضبضى بفلع بيتك يا أختي شو بدك بالقصة ستنستري استري ولادك واستري حالي قديش فيه رجال شرطة مخافر رح تتعاون قديش فيه محامين رح تتثقف بسرعة وتثقف حواليها إذن العمل قديش فيه رجال رح تتثقف لأنه يعني لأعطي مثل صغير إذا بقلك أنه مرأة زوجها بيضربها كل يوم بتتأثر بطريقة بتشفائه إذا بقلك مرأة تضرب زوجها كل يوم لعا ما شو مفحلة معقول حتى تقبل العنف ضد الآخر معنوه هو عنف يعني المرأة لأنه مرأة شو فيه كمان لأنه أقل لأنه أقل أقل بكتير أقل بكتير ولأنه ثقافتنا وثقافة مش بس محلية بلبنية ثقافة عربية ثقافة عالمية ثقافة أفريقية أوروبية أمريكانية بتوحي أنه المرأة ضحية أقل ثقلا من الرجل أو المرأة ضحية كلاستيك ما هي بالضحة ما هي ضحية ما هيدا الكلمة بتجي معها قديش هيدا الشغل فينا نشتغله قديش فينا نروح بهيدا الاتجاه هيدا بده حكي بدنا نحكي بطريقة العنفية بدنا نحكي بحاجاتنا بس قبل ما نفوت بهالتفاصيل ونحكي عن الأنون ونحكي عن النتائج وعن العنف يلي عم نشوفه إن كان على الشاشات وإن كان بحياتنا اليومية خلينا نستذكر شوي شو عم بيصير بنصف المجتمع عالميا وخاصة يمكن محليا انطلاءا من قصة رولا يلي هي المرأة نفذت المنظمة النسائية والجمعيات الأهلية مشروع قانون حماية النساء وسائر أفراد الإسراء من العنف الأسر وها هم أفراد طالبان يستعدون لرجم امرأة جالسة من دون حراك على الأرض وهي مدانة من طالبان باكستان بتغمة أنها شهدت مع رجل ويستمر الرجال بالرجم وبعد مدة قصيرة يحمد الجسد نزلوا يطالبون بجثة بنتهم رولا يعقوب التي توفيت بعد ضربها من قبل زوجها صورة رولا لا تفارق عيني أمها السكلة مؤكدة أن ابنتها كانت دوما تتعرض للضرب والاعتداء على يد زوجها بدي حق بنتي الاعتصام نفذ تحت الشعار رولا ماتت بس صوتها ممات وللمطالبة بإقرار قانون مناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأسري بعد نضال طويل خطى قانون حماية النساء من العنف الأسري خطوة كبيرة باتجاه إبصار النور وصلنا إلى هذه المحطة المهمة بفضل إيماننا الصادق بقضيتنا وبإسرارنا رغم كل العقبات التي اعترضت طريقنا ونجحنا في تخطيها يعني هيدا مثال صغير كتير بعد فيه أمسي لأب شعب كتير فيه تزويج القاصرات إن كان بعالم العربي وإن كان بأفريقيا وإن كان بأسيا فيه عملية تشويه الأعضاء التناسولية لدى الفتيات يلي سميته هيك لأنه في عدة أشكال للإكسيزيون في عدة أشكال لألا فيه ببعض الحالات الختين بيوصل لأكبعد كتير من الختين بيوصل لإلغاء هويتها الجنسية للمرأة إلى ما هنالك من تصرفات التحرش الجنسي أو التحرش إن كان بأماكن العمل إن كان على الطرقات يعني عم نشوفهم هلأ بالقاهرة أو بمصر عم نتطلع ونشوفهم أكتر بس إنه وين ما كان موجودين بالعالم بينحكى مع الشاب بيقلهم إنه الحق عليها بيلبسها إذا محجة بيقلهم الحق عليها بمشيتها يعني بيضطر حاله السؤال إذا هي المرأة شر مطلق إذا أنت ما بتعرف تسيطر على حاجتك إذا أنت ما بتقدر تسيطر على حاجتك إنسانيتا كوين يعني نحن أبشر عندنا إمكانية السيطرة على كل شي بحالنا بحاجاتنا بتطلعاتنا بميولنا الجنسية إذا ما بنقدر نسيطر علينا المشكلة مش عند غيرنا المشكلة علينا صحيح فإذا يمكن لازم نرجع على أساس الثقافة تبعنا كل شهر بتموت مرة بلبنان من العنف الأنسري كل يوم بتموت مئة مرة من العنف الشفاهي الأسري مش بس بالبناء بكل المناطق بكل العالم في دول يلي تقدمت ثقافيا نحو ملء الفراغ بالجندرة بالفرق بين نساء ورجاء بتخف فيها هالعمليات العنفية ضد المرأة بالثقافات يلي بعد الجندرة كتير فرق فيها بتلاقي فيها عنف ضد المرأة أكتر يعني فيه ازدواج بالشخصية عنا بثقافتنا بالتعاطي مع المرأة إذا هلأ عم بحكي يمكن بعرف أنه فيه ردود فعل رح تكون لايكوا بعضهم النسوين بقال بدون يطالبوا بحقوقهم بيرح بحروا من الحبس بيرح يعني كمان زوجة لرولا يعقوب بيرح سمعت عشية هيدا الشي مش مقبول أبدا هلأ يمكن عفات كمان واحد يشد يمكن على حاله يفكر أنه كل متهم بريء لحد إثبات الجرم مشان هيك بسند إقامة طلع بس هيدا شي بيستفز هيدا شي بيستفز بس هو بعده لم يثبت عليه الجرمية بالمية بس نحن لأنه تعرف أنه أثار الخبيط أنه يا عم ما ماتت هيك من ماشي إنه ما يمكن مش السبب المباشر لو فاتها هيدا بدنا ننطر التحقيق بس الأمر صعب نتقبله يمكن بس بزيت الوقت هالشر المطلق بالثقافة أنه المرأة عندنا إزدوجية بالحكم عليها عندنا من جهة المرأة شر مطلق المرأة هي التجربة المرأة هي التجربة الجنسية المرأة هي الخطر وبزيت الوقت عندنا تقديس المرأة عندنا الأم المرأة الأم النساء المقدسات بكل الديانات بس بنجهة معايا لازم نتطلع تقدسة نساء بعذريتها هالعذرية هي قداسة يعني لازم نتطلع على ثقافتنا أنه عندنا إزدوجية بالتعاطي يعني بحكي عن أمي بقال لها بس بقال للاحترام شريكتي بالحياة أو بقال للاحترام المرأة بالشارع كيف هالإزدوجية هذا لازم نسأل حالنا نسأل حالنا رجالا ونساءا لأنه حتى في نساء ما بيعرفوا هالبشاعة يلي من شافين فيها بيتقبلوها قد ما المجتمع وراك بعودك علي أنه أنت أدت أنت أدت بالإعلام أنت أدت بالإعلام أنت عادة شي عادة يمكن بعض الناس اللي يكونوا عبروا ليك وبعضهم عم يحكوا ليك حقوق المرأة ما حقوق المرأة ما شو بعد بده صار بدنا حقوق الرجال هيدا النكتة اللي بتصير درجة صحيح لا لما بنحكي عن حق المرأة ما عم نحكي لأنه المرأة يعني أنه فامينس يعني أنه المرأة أحسن الرجال أبدا عم نحكي عن نوعين من البشر بيتساووا بالحقوق والواجبات يمكن يكون العكس صحيح يعني أنا بعتبر إذا يعني لما حقوق الرجل تنتهك أنا أول وحدة بدافع عنها أكيد لأن عم نحكي عن حق إنساني مش حق جندري مش لأنه أنا مرأة عم دافع عن أمور المرأة وإنت رجل تدافع عن حقوق الرجل لا أبدا يعني الرجل يلي 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 عضو التنسل يعني هيدا كلنا تفعلنا كلنا تفعلنا وكلنا وكلنا رفضنا للواقع اللي صار هيدا الدفاع عن حق الإنساني إذن لما بحكي عن حق المرأة بإن يحمى عنها إنها تنحمى إنها لا تتعرض للبغض وللقتل وللتزويج المبكر ولا ولا ضب إجريك ولما تفكر ولأنا أفكر عني كيف تعتقد إنه نصف مجتمعك معقولة يظل متقبل هيدا الشيء يعني إذا تفكر بمنطق الأمور هيدا أنا أعمل فيك نفس الشيء معقولة تتحمل نحنا كئنين متساويين بالحقوق والواجبات ومختلفين بذكائنا نوعا عنا ذكاء مختلف نوعيا بس مضطر يكمل بعض وما منقدر تخيله العالم كله ذكور أو كله إناث ولا ممكن شو حلو إننا مختلفين ومنكمل بعضنا بعضي مثال كتير برات الكنتكست بس تير بيوضح الفكرة دلوا سنين يعملوا سؤالات IQ test يعني نسبة الزكاء Intelligence quotient يعملوا نسبة الزكاء من آخر سنوات صار يعتبر هيدا الفحص لحاله ما إلو أي إيمة لأنه هيدا جزء صغير من الذكاء اليوم عمدين حكى بEQ emotional يعني الذكاء العاطفة الذكاء العاطفة شيء صار يعتبر اليوم بسوء العمل بالمدارس بالجامعات من أهم التستات أهم من IQ test يعني إذن إذا منحكي أنه المرأة عاطفية هيدا نسبة ذكاء عاطفة أنت بحاجة لإلى يا رجل إذا بحكي عن IQ كمان أتنينيتهم عندهم يين في رجال عندها نسبة EQ أو ذكاء عاطفة عالية جدا بس لأنه مش موسي المرأة أنه عاطفية هيتلا نخبر أنه الذكاء العاطفة شيء مهم القوة الجسدية الرجل إجمال يعني بيتمتع فيها أكتر من المرأة القوة العاطفية إجمال يعني المرأة بتتعام عند إيها أكتر إذن هل لأنه جسدك أقوى تستعمله ضد شريكتك بالحياة مش بس بالبيت يعني يمكن لازم صار نطلع على أثارنا الثقافة ونحكي فيه ونحكي على العالي فيه لمش بس ننبسط أنه صدر نص قانون نص القانون هيدا التحصيل حاصل كان لازم يصير من زمان من زمان من زمان شوفوا أنه فوق الخمسين جلسة نيبية نصهم محامين ومفكرين وأطباء لما هونيلك لحتى توصلوا لتفاهم معين لأقر القانون يعني قديش شغلنا الطائفة والدينة والثقافة والاجتماعي والمناطق بده شغل لنطلع من فكرة أنه المرأة كائن دوني كائن أقل أهمية كائن مثل أمثالنا الشعبية عقل ميت مرأة بعقل جيجي خوطة لتشوفوا لتشوفوا فكرنا قديش مترسخة هالأمور فينا أنه المرأة تشتغل نفس شغل الرجل بالعمل تقبض أقل منه لأنه هي مش مؤمنة للحياة بالبيت مع أنه الحياة تغيرت إلى ما هونيلك الدربة كتير 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 بعدها طويلة وما بده خناء بده تفاعل بده حكي بده تواصل بده تواصل لعنفي أكيد بده تواصل لعنفي بده تانية وبدنا ندلنا نحكي وبدنا ندلنا أكيد نجرب نمد إيدين لأيدين بعض لأنه مثل ما قلت إيد واحدة ما بتزقف المجتمع بفرد واحد أو بنصف واحد ما بيمشي لازم نكون حد بعض ودايما منذكر أنه ربنا سبحانه وتعالى خلق المرأة من ضلع الرجل ما خلقه تحته وما خلقه فوقه أنه ما حتى تكون دايما جنبا لإنه جنب يعيش المرأة يعيش المرأة شكرا لأليس كتانية والشاف شادي بوافك الرأي رح نشوفك أسبوع الجاي إن شاء الله رح نتابع محطاتنا بعد لحظات كتابنا لليوم وزينا بأجندة خليكن معنا شكرا للمشاهدة